الكابتن ماجد هو شخصية كرتونية خيالية تعتبر رمزا للاعبي كرة القدم للشباب تأثر العديد من أجاب قصة وطموحاته حيث يقضي مغامرات عديدة ويواجه تحديات كبيرة في سعيه لتحقيق حلمه بأن يصبح نجم كرة قدم عالمي ينضم ماجد إلى فريق الكابتن فواز الذي يعلمه مهارات كرة القدم ويساعده على تطوير طاقاته في أجزاء المسلسل المختلفة سافر ماجد إلى أوروبا لخوض دور كرة القدم هناك وشارك في كأس العالم محاربا منافسين قويين ولاعبين محترفين بالإضافة إلى ذلك انتشرت نظرية أخذت على خفة أن قصة الكابتن ماجد هي في الأصل حلم نشأ جراء حادث صغير وعلى الرغم من شكوك الجميع تستمر قصة الكابتن ماجد في إلهام الشباب وشغفهم بالألعاب الرياضية خاصة كرة القدم يذكرنا الكابتن ماجد بأشهر أقواله لا تستسلم فدرب النجاح طويل وهي رسالة قوية تحثنا على التحدي والإصرار لتحقيق أحلامنا السيرة الذاتية للكابتن ماجد الكابتن ماجد أو كابتن سوباسا باليابانية هي سلسلة مانغام سلسل إنمي وسلسلة ألعاب يابانية مشهورة يروي قصة فريق كرة القدم للشباب والأطفال مركزا على شخصية ماجد كامل الاسم الذي شاهدناه فيه هذا البطل في النسخة العربية أحدث الإنمي بنسخته المدبلجة للعربية ضجة كبيرة جدا وحتى الآن يعد الأفضل في مجال الأنميات الرياضية واللعبة المختبسة عنه هي من أول العاب التي صدرت بالعربية على جهاز نيتينتو صدرت المانغة المختبس عنها الإنمي عام 1981 وقد كتبها يوتشيت كهاشا وحققت حينها شعبية كبيرة تخطت اليابان ووصلت إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وفي عالمنا العربي عرف الإنمي المدبلج بالعربية بإسم الكابتين ماجد